ايه زيكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير النهاردة هتكلم على موضوع مهم جدا جدا يمكن اكتر المواضيع اللي بتسئل فيها هو الموضوع ده وهو ان ازاي تخلي الحبيب اللي في الماضي او الحبيب اللي سابق او غدر بيك او ايا كان او اللي انت شايف انه هو خسرك انت موجوع جدا من ناحيته ازاي تردله الوجيعة ازاي ان انت تخليه ان هو يندم على الايام اللي ضيعها او انه يضيعك انت شخصيا فيه نقاط كده مهمة لازم ان انت تسمعها عشان تركز عشان تعرف ايه اللي انت داخل عليه اول حاجة اهم شيء في الموضوع كله ان انت هيكون عندك حتة الايمان بنفسك انك عارف ايمة نفسك انك عارف وتكون حطت في بالك ان هو اللي خسرك وان انت كسبت نفسك ان انت شخص متميز ان انت هتميز نفسك اكتر ان انت حد الف من يتمناك والف من يستهلك ان انت جميلة جدا وانك حد شيك قوي وانك حد هتخلي نفسك افضل واحسن وهنلعب على نفسنا يعني ان احنا واسقين في نفسنا جدا زائد ان احنا هنحل في نفسنا هنحط كده حبة حلويات علينا اكتر اهتمام بالنفس يعني فاذا دي نقطة من اهم النقطة لو عملت الباقي الله في سماوة انت مش واسق في نفسك يبقى انك ما عملتش اي حاجة ويفضل الشخص ده قد ايه شايف ان انت مهزوز فاول حاجة ان اكتصك في نفسك شايف قيمة نفسك ان احنا مميزين جدا جدا انت اللي خسرتنا تعالوا بقى نسمع اللي جاي الخطوة اللي بعد كده انا شكلي ابص لنفسي اتكلم مع نفسي ايه اللي انا حابب ان انا اعمله حابب ان انا اتغير عشان انا يمكن يكون ستيلي مش حلو ولا حابب ان انا اتغير كحالة من التغيير لا كحالة بالتغيير يعني في كلتا الاحوال احنا هنغير من الستيلي نغير من الشكل او الالوان اللي بنلبسها او اي حالة لها علاقة بالتغيير المظهر من حيث مثلا شكل شعرنا لون ايه لان ده هيضيف ليك ثقة في النفس ويضيف ليك حالة من البهجة والحالة التأثير النفسي اللي هيضيف على تعاملاتك ونظرة عيونك اللي فيها كسرت حزن من اللي حصل ليك فكل ده بيتأثر معنا بعملية ايجابية فاذا هنا نقطة مهمة جدا ان انت لما تشوف نفسك تكون سعيد وقول لي نفسك كلام حلو ايه الجمال ده ايه ده لا 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 كلم نفسك وغزل نفسك اذا انت مغزلتش نفسك مين اللي يعني انت مستني انه يغزلك لما تكون انت واصق في نفسك ومعجب بنفسك هتلاقي كله معجب بيك فاذا اول حد لازم يعجبه الصورة اللي انت فيها انت نفسك فدي اول حاجة لازم تكون راضي عن شكلك ومظهرك والتغيير يكون معل دماغك على الاخر طب النقطة اللي بعد كده تغيير برضو بس في ايه في امور الحياتية اللي بتنقسم لعدة اشياء اللي منها الوضع المهني او الدراسي يعني ان انا اكون شخص ناجح قلمع اكتر انا متفوق في دراسي متفوق اكتر فان اكون بلمع اني اكون بنجح اني ااخد كورسات لغة ااخد كورسات حاجة لها علاقة مثلا كتنمية بشرية او حاجة لها علاقة ان تخليني اعرف مثلا اباطرينر حلوة او حاجة تخليني مش حاجة تقويك حاجة تعلي من مركزك انا بشتغل قوي من مركزك في الوضع المهني حاول انك تترقى بتشتغل حاجة ما تدور على انك تشتغل حاجة تانية يمكن تكون ألطف حاول تدور على الشغل اللي انت فيه او اللي تلاقي نفسك فيه الحاجة اللي بتحبها دور على شغل حاجة انت بتحبها اعمل حاجة مهمة شوف انت مثلا بتعرف تبدع في ايه ابدع فيه ادرس حاجة تانية حاول تكمل دراسات كل ده يضيف ليك بشكل قوي حاجة منهم هينسيك ده هينسيك الشخص البعيد ده ولما انت بتشوف نفسك من حيث المظهر وبتتغير كمان قيمة مهنية او قيمة تضاف ليك بشكل قوي سواء دراسة او لغة او ايان كان اكيد هيتجنن اكيد انت بتتغير للأحسن مش اللي هو هاعد وابكع على الليالي لا انت بتتغير للألطف للأحسن للإيجابية اللي يخلي مليون شخص يبقى بيموت عليك اللي اصلا التغيير ده بيخلي ان الناس تبص عليك فبالتالي بيشوفوك مميز بالتالي بيقولوا لا دا انت لقطة يبقوا عايزين يحبوك ويقربوا منك يساعدوك اصحاب هتلاقي ناس كتير حواليك من الجنس الاخر فبالتالي الشخص اللي سابق ده ايان كان لو كان حتى بيكرهك حتى لو كان هو طبعه ايه فيه غيرة كده بتكون موجودة يعني حاجة مهمة اسمها غيرة بتشعلل شوية الغيرة اللي ليها علاقة بحتة انا خسرت انت كسبت انت بتتحسن كله حواليك يبقى انت ممكن تغزني بحد تاني فيبدأ انه هو يبقى هيجنن يحاول يصلح من نفسه اكيد يقرب ليك احنا هنبصل ده مش هنبصل ده احنا اللي هنبصله نفسك بصل مصلحتك اللي انا بقوله لك ده هتستفد منه حاجتين اول حاجة انك كسبت نفسك انك كسبت انك بتتماز وبتتفوق وبالتالي لما تشوف نفسك قيمة كبيرة هتشوف الشخص اللي سابق ده قد كده مش هتبصله بعدين تقول هاااى واتضحك على نفسك وتقول او انا كنت هاخد واحد زي ده ده انا كنت اعمى ولا انا كنت ايه بالزبط ولا انا كنت ما عمل قلب باي فهتبدأ ان انت تلوم نفسك انك كنت شايف الشخص ده او بعد ما شبته كده تلوم نفسك ازاي انا كنت عايزه ازاي كنت اكمل حياتي معاه انت هتلاقي نفسك ناجح هتحصه هو ضعيف هو لو طور من نفسه ونجح هيعمل ده او هيحاول يقرب لك في كلتا الحالتين مش بصينه احنا بصين للنجاح اللي احنا منوصله دور على نجاح اكبر اعلى طور من نفسك استغل كل لحظة في عمرك استغل حياتك استغل الوقت اللي انت فيه فيك صحة وفيه فيك عقل تقدر تعمل وتوصل اصل انت ممكن توصل لمرحلة معينة ما تقدرش تعمل حاجة فحاول انك انت تتيجي عند وقت تعملها وتكمل في نجاحات وتطور من نفسك جدا كمان فيه نقطة تانية مهمة انك انت توسع نفس الدائرة الاجتماعية بتاعتك يعني قرب من هنا وقرب من هنا وخليليك صدقات قوية وكل ما انت بتقوى في قيمة مهنية او كرصات او مش عارفة ايه تميز ده بيعلي منك وده بيخليك انك تتعرف على اشخاص ذو مكانة حلوة او ان هم مركز كويس او العقل عندهم متفتح جدا ايه اللي يقولك معلومة من هنا واللي تسمع منه حاجة ليه علاقة بتشغيل الدماغ فبالتالي انت هتوصل لمرحلة من مراحل النجاح انك تسمع وهو الدنيا خبرة يعني الدنيا خبرة انت ممكن يكون سن مثلا ده معادي بس ما يوصلش للخبرة اللي انت وصلت لها نتيجة ان انت بتتسقف اكتر نتيجة ان انت عندك عارف ده وعارف ده وعارف ده فبالتالي بتكتسب معلومات منهم بتكتسب خبرة منهم فبيزود عندك فعمل دلاء ان ده يفتح مخك اكتر هيخليك ان انت تعرف زوايا معينة تعرف اتجاهات معينة تعرف ان انت تعلى ايه هنا تعمل ايه هنا تعرف تزبط امورك الحياتية فاذا توسيع الدائرة الاجتماعية بالنسبة لك ده بيضيف ليك معلومات بيضيف ليك بيضيف ليك خبرة في سواء اتجاه الوضع المهني بتاعك او انت لو بتدرس هتلاقي ان انت لما تتعرف على اشخاص انت بتعرف اكتر فهتلاقي ان بيساعدك في الوضع المهني تمام فكل ده بيضيف لك جدا جدا زائد ان انت كل الحاجات دي وانت مهتم بمظهرك الجمالي مظهرك الصحة النفسية الصحة اللي ليها علاقة بيه البشرة اللي ليها علاقة بعيونك اللي ليها علاقة بيه ان وشك يورد زي ما بنقولها كده بالبلد يعني ايه يعني انك تأثير النفسية عليك يطلع على مظهرك اللي هو من الاخر يقول لك ايه ده مربرب وحلو ده مخلي بالو من نفسه لا ده كده مش عارفة ايه مش فيه ناس بتبص للامور دي فانت لما تشوف شخص يبقى شكله حلوي وعيونه بتضحك احسن بكتير من ان انت تكون شخص عيونك فيها زي بلان يعني من الاخر حافظ على الصحة الغذائية بتاعتك وصحة المشروبات بتاعتك وده يخلي ان بشرتك تكون قلطف كتير لما هو يبدأ يشوفك مظهرك بيتغير من حيث الشكل واللبس والستايل وشك كمان بقى بينور كده وعينك بقت بتفرح وبقت بتضحك وبقى عندك اصحاب كتير وناس كتير تعرفها واشخاص مكانة عالية وبتاخد كرسات وانك كمان بتتعلم حاجات جديدة او ان انت بتتساكف في امر ما امورك المهنية بتتحسن بتعمل مشروع او بتعمل حاجة انت بتدور عليها بتنجح في شيء كل ده يخلي انه يموت طيب تعالوا اقول لكم بقى ده جزء مهم الجزء اللي انا عايزة اركز عليه برضو جدا وهو السوشيال ميديا بكافة اشكالها اللي ليها علاقة بايه اللي ليها علاقة ان قلبك موجوع او نوع معين من البوست او صور او صور لها علاقة بايه ان انت زعلان حزين بتمر مشاكل ايه حاول على قد ما تقدر انك تكون غامض شوية على السوشيال ميديا بتاعتك وما تبقاش تنزل عليها حاجة الا لما تكون شخص قوي شخص زوما كانة انك تكون فعلا نجحت الشخص ده مهما كان حتى لو غاب عليك فترة وشايف نفسه قوي قوي بييجي الوقت بيخلي انه يشوفك يا هو بقراته عايز يشوفك غصب عنك هيعرف عنك معلومة او حاجة صغيرة هلازم هيعرف مهما مر الوقت هيعرف فبالتالي انت هنا صدقني جرحته قوي ووجعته جدا ولما انت تعرفه بالسوشيال ميديا ان انت لسه بتفكر فيه فنطمطم منه لا خليك حالة من الغموض لا تبين انك فرحان ولا تبين انك زعلان خليك عادي جدا يا اما تنزل الحاجات اللي هو ما لقاش علاقة باي حاجة تخصك يعني الحاجات العادية جدا جدا ده بيخليه انه هو يبقى مشتت اكتر في حين انه هو لما بيشوفك بالمظهر ده وبالقوة دي بيرجعلك اذا هترد قرامتك وبصراحة في خلاصة الموضوع ده كله وفي خلاصة الناس اللي بتيجي مثلا تسألني على حاجة ليه علاقة برضو بالموضوع ده كل هدفي او طريقي لحاجة معينة اللي سابك بيعه اللي باعك بيعه الشخص اللي هو شايف نفسه عليك بتشوف نفسك انت على نفسك وعلي من نفسك هتقول يا اذا انت ما تسويش حاجة بالنسبالي وكمان لما هيجي يرجعلك بعد ما تكون قيمة كبيرة لانه اكيد هيرجع او اكيد هيظهر باي شكل من الاشكال هتلاقي نفسك ان انت حتة الغليل اللي جواك اتشفت لوحدها او لما بتلاقي نفسك قيمة كبيرة غليلك بيشفى لوحده فانت لعشان تندم الشخص اللي بيعيد عنك وظلمك تعال اعمل الحاجات زي جرب كده وشوف نفسك بالبداية صعبة انا معاكم جدا البداية صعبة اي طلعت اي بتنجان في الدنيا صعبة اي طلعت اول سلمة كاء صعبة بس لما مع الوقت والاسرار ويه ويه هتلاقي نفسك ان انت عادي وحابب ان انت تطلع تجري بعد كده عامة ام بتمنى كتير ان انا هكون في التقوم بتمنى جدا جدا ان يكون الموضوع ده يعني نفهم نفهم منه كده بعد النقاط الناس اللي بتمروا بالظروف دي باشكركم جدا ما تنسوش اللايك وشيل اشراك في قناة تفعيل الجارة السلعي اشتركوا في القناة